تلقى اه يعني او ناتزة مالك تلقى خطاب بشكل عام يعني اه يوم الاربع اللي فات تلقى خطاب خاص بوقف القيد بسبب اه مشكلة خالد بطيب والقضية اللي كان رفعها اللعب من عشرين عشرين الناتزة مالك عليه كم اتنين مليون وربعمائة الف يورو مبلغ كبير حقيقة اللي اقول في اون دارة ناتزة مالك انها بتوفر حاجات كتير جدا مستحقات اللعيبة في كل الالعاب العاملين يعني مستحقات متأخرة ولكن من عشرين عشرين يعني طبعا الحقيقة هناك طبعا كان بعض التخبط فيه الادارة والمشاكل اللي كانت موجودة ان توصل ليه ان ممكن اربع سنين يتفضل القضية شغالة بالشكل ده ولكن في الاخر اللعب هو اللي اخد او هياخد حقه الحقيقة اولا هيدور الناتزة مالك بوقف القيد هدي ثلاث فترات بس انا عارف ان شاء الله الناتزة مالك هيقدر يفك القيد ويقدر يعني يعني يحصل على المبلغ المالي ويدفعه للعب او يتفق معاه على تقصيد ولكن المشكلة هنا ليه ليه يعني يحصل كده من البداية حقيقة ما بحبش اقارن بس انا عمري ما سمعت في النادي الاهلي مثلا عن مشكلة بالمنظر ده او بالشكل ده حقيقة يعني مؤسسة موجودة بكل ملف موجود داخل الفريق او داخل النادي ليه حد بيتابعه ما بتتسبش كده انا بعض الناتزة مالك لان الحقيقة كان في بعض التخبط لكن ما زال نادي زمانك برضو مؤسسة كبيرة وقيمة كبيرة في الكرة مصرية وفي الرياضة المصرية بالتالي اتمنى ان شاء الله المرحلة القادمة واعتقد ان ادارة النادي في الوقت ده بتحاول تحل امور كتير ممكن كانت يعني صعبة ومشاكل في الادارة بشكل كبير لكن ده ان شاء الله ما يعصدش تاني داخل نادي الزماني كلام عن مفاوضات نادي الرائد السعودي مع شكبالة والحقيقة مصادر لنا بتكلم ان ادارة النادي قالت ان ما فيش حاجة اصلا وصلت لنادي زمانك بخصوص شكبالة وان النادي السعودي عايزوا الامور طبعا شكبالة جدد عقده مع نادي زمانك ومكمل اعتقد تفكير شكبالة هو الاعتزال داخل نادي وداخل القلعة البيضاء ده هدف شكبالة والعلاقة ما بينه ما بين الجماهير انتم عارفينها الحقيقة جميع النادي الزمانك يعني علاقة ودودة جدا يعني طيب ما بعد نهائي افريقيا ووصول الزمانك لنهائي الكونفترالية افريقية وانك طبعا بعض المكافئات منها مكافئة الوصول للمباراة نهائية وفي نفس الوقت زيادة كمان بنسبة 50% من ادارة النادي بسبب طبعا الوصول خلي بالكم هذه البطولة مهمة جدا لنادي الزمانك كل عارف ان دي بطولة تفرق مع نادي الزمانك يعني بين السماء والارض حقيقة يعني تطلع كده لفوق من الارض كده للسماء للنادي الزمانك لفوق وتخلي الحالة المعنوية للجمهور واللعيبة والادارة بشكل تاني حقيقة برضو عشان نتطفق ادارة الزمانك بتعمل مجهود كبير جدا 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 ولكن حتى الان فيه سوء توفيق في البطولات للالعاب الجماعية او الالعاب الصلاة يعني نتزمالك حقيقة في كرة اليد في كرة الطائلة في كرة الطائرة ما تكسبش حقيقة يعني حتى لما كسب في اليد خسر من الترجي كسب الاهل في اليد خسر من الترجي في كأس الكؤوس خسر السوبر من النادي الاهل وبالتالي كرة القدم هي البطولة افريقيا في الكونفدرالية هي البطولة المهمة جدا لإدارة نادي الزمالك لحصول عليها وفي نفس الوقت طبعا ما تكون في كرة القدم بتبقى لها شكل وطعم مختلف هتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك في مشواره الحقيقة في الدوري بقى وفي اموك كتير جدا في الفترة القادمة بالنسبة لنادي الزمالك نادي الزمالك بيطلب الساعة الكاملة لإستاذ القيارة في مباراة العودة ان شاء الله يوم 19 الخاصة طبعا بمباراة نهض البركان ونهائية افريقيا خاص به ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك برضو بتأجيل مباراتين امبي وزد لنادي الزمالك في الدوري الممتاز بالتالي طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده الناديين اتأجل لهم مباراة في الدوري الممتاز الاهلي والزمالك اللي وصلوا للمباراة النهائية ووصول نادي الزمالك للمباراة النهائية ضمن مليون دولار اللي هيكسب البطولة الكونفدرالية هياخد اتنين مليون دولار اما الوصيف فبياخد مليون دولار وبما ان الزمالك خلاص وصل فاول هياخد اتنين تاني هياخد مليون فهو ضمن المليون ان شاء الله